وزارة الصحة الفلسطينية النهاردة أعلنت عن ارتفاع حصيلة العدوان في القطاع على حوالي 35 ألف شهيد وبنتكلم على حوالي 77 ألف مصاب وزاي بقول حدكم دايما دي مجرد يعني تقديرات لكن مش أرقام نهائية أو دقيقة في وسط كل اللي بيحصل ده الدولة المصرية ما زالت طبعا متتحرك بشكل إيجابي وبشكل مكسف علشان تحاول إنها تخافف الأوضاع الإنسانية الصعبة على أشقائنا في القطاع طبعا ده من خلال إدخال مئات الشاحنات اللي فيها المواد الإنسانية الإغسية الطبية على أقول غزائية كمان لأشقائنا وده كله مع التعنت الإسرائيلي الواضح في الملف ده وعرقلة إدخال المساعدات ويمكن ده اللي اتكلم عنه الأمين العام للأمم المتحدة بشكل مباشر عن إسرائيل وطبعا التصرفات الخاصة بيها اللي بتعيق دخول المساعدات على الجانب السياسي والديبلوماسي الدولة المصرية مازالت طبعا بتتكلم على مسألة يعني وقف إطلاق النار والوصول لهدنة إنسانية لكن اللي رجع ليه المساعدات احنا بتتكلم النهاردة على حوالي أربعين شاحنة مساعدات إنسانية دخلت من خلال معبر رفح وفي عندنا كمان أربع شاحنات للوقود ده بكلم حضراتكم كمان من يوم 1 إبريل غاية يوم 20 إجمالي عدد الشاحنات بنتكلم في 3315 شاحنة مساعدات إنسانية و75 شاحنة غاز و29 شاحنة سولار و105 شاحنة وقود بالنسبة للمصابين طبعا ده دورنا الأساسي وإزاي إن احنا بنستقبل المصابين والمرافقين لهم كمان علشان يعني يتلقوا العلاج اللازم في مستشفيات المصري